بص يا صديقي. ولا اقول لك يا اخوية المتابعة. ان انا مقرب لك الكاميرا حتى تلاقي وش كبير كده قدامك. عشان خاطر بس ايه نخلي الكلام كده بشكل ودي. انا هقول لك على كلمتين كده بوسات عشان خاطر اريح لك كل المواضيع. يا هما كلمتين دولا. انا اسمي ماريو جميل. انا من فين انا مناصيوك? الصعيد يعني. تمام? واقول لك ليه قلتلك الصعيد يعني. من انا صغير الطيارة دي بالنسبة لي واحد. يعني ايه? حاجة بشوفها بطير كده في السماء. بشوفها بطير في الافلام. يعني طيارة. عارفين? في حاجة اسمها طيارة. تمام? تمام. التلج ده انا كنت بشوفه في الفريزر بس. يعني انا معرفش ان في حاجة اسمها تلج حقيقي ولا كنت بسدق الافلام. بشوف الكندا في تلج بينزل. بشوف روسيا في تلج بينزل. كلام ده كله. انا مكنتش مسدقها. تمام? تمام. ان حد يقدم لي منحة دراسية. وان حد يدفع لي تمن دراسة تمن طياران وخلافه انا ما كنتش مسدق الكلام ده ولو كنت مسدقه كنت بقول زمان دي بالوسطة اللي يعرف له حد ياخد له منحة مش عارف ايه ده تلاقي الناس بتشتري بمنح دي ده الناس عارفة لهم كده كم وسطة فهما بيدخلوا في المنح دي وانا ما عنديش وسطات انا وسطي ربنا الحمد لله لاي الناس معايا عم كام الف دولار وبيشتروا المنح دي المنح دي مش للناس الغلابة اللي زينا. ده تفكيري انا وصغير لغاية ما وصلت تالتة سنوة. وده تفكير ناس كتير جدا لغاية ما وصلت تالتة سنوة او بعد السنوية العامة. تمام? لما ربنا كرام دخلت تالتة سنوة خلصت تالتة سنوة وقدمت على اول منحة في حياتي وكان والدي اللي بيقدملي عليها لان انا كنت خلاص يا عامة طفشان من نفسي وهربان من البيت لان انا خلاص مش طايا البيت وطايا مذاكرة ولا اي حاجة خالص فكان والدي اللي بيقدم. انا ابويا كان بيقدم على المنحة اه هدينا بنملك وخلاص يعني هنعمل ايه? هدينا بنملك اه احنا ما نعرفش. لغاية ما يجي التليفون قالوا عندك انتربيو عشان انت قدمت على منحة الجماعات الحكومية المقدمة الولايات المتحدة الامريكية اللي هما بتعاون مع ايه ده? هو الموضوع بجد ماشي نحضر الانتربيو. اروح نحضر الانتربيو وخلاص روحت. ده انتربيو كده بيتعامل يعني اللي هو ايه? عشان قطر يقوله ده احنا عملنا انتربيو وقصوا وادي الطلاب اللي هو مش عارفه بس ده مقداش بشكل كويس ده قده بشكل كويس. وفي الاخر هياخدوا اللي يعرفوهم. ده التليفون التاني قالوا انت تقبلت في الانتربيو تعالى في مسابقات هتتعامل وفي كمب هيتعامل لازم تيجي. طب في ايه? طيب ايه الموضوع عايزين ايه? ماشي. تمام? نروح الكمب. اروح الكمب. كمب عبارة عن العاب. بس هما بيقيسوا حاجات تانية بوانا على الالعاب دي. تحديات بيقيسوا حاجات تانية بوانا على التحديات. كان فيه انتربيو. خلصت الكلام ده كله وخلاص روحت. ها يا مريو عملت ايه? يا بابا ده كانوا بيلعبونا وبيعكلونا ويشربونا وعملوا الانتربيو كده دخلت جوابت الانتربيو. جميل. وبعدين قاعد في البيت. فامان الله قالوا قالوا انت اتقبلت ان تدرس معنا في من حمو ولا بالكامل. مين اللي تقابل? انت تقابلت. اهو الكلام ده بجد ايهوة بجد. طب تمام ماشي شكرا هنتقبل فين والساعة كامه والكلام ده كله. خلاص. كلام ده كله تم. روحت لديت الموضوع بجد. واقرأ الكلام ده واقرأ شروط دي ومضي هنا واعمل هنا وسوي هنا. اهو الكلام ده بجد ايهوة بجد. دخلت الكلية. كنتش باتفع اي فلوس. اكل شرب. مصروف جيب. لابتوب. كل حاجة عليهم. سكن عليهم. موضوع بجد? خلاص. يبقى كده من هنا بدأت فكرة المنحة تيجي في دماغي. فكرة حاجة اسمها منحة موالة بالكامل من غير وسطة بموجودك الشخصي موجودة. تمام? وصلت سنة تالتة تحن طفل سفرت الولايات المتحدة الامريكية ما دفعتش سنت واحد. ولو هنتكلم بالجنين المصري ما دفعت الشيلن واحد. تمام? كل ده حصل معي. طيب قبل انا كنت مسافر على حسابي اللي هنت طوب مع منظمة ايزيك ولكن انا انا كلمتش عن الموضوع ده لان هو كان تطوب على حسابي فانا خليت الموضوع ده على الجامل. ونفس سنة الرابعة بدأت اقدم بقى على منح كتير عشان ادرس ماجستير. جال لي منح انا اخترت من بينهم اوبن دورس فروسيا. هتسألني ليه مسلا ما اخترتش منحة زي انا عايز اقولك ان مش هتنفى معي ككيميائي. يعني مش تنفى معي ككيميائي او واحد كان بيدرس كيميائي. المنحة بتكون سنة. السنة دي بيكون عبارة عن اربع كل الكلام بيكون نظري ما بيكونش عملي. انا واحد كيميائي. يعني لازم اعمل ابحاث. لازم يكون في عندي تجارب. لازم ان انا انشر بحث. يعني لازم يكون في ماجستير مع اطروحة. هي الاطروحة يعني البحث اللي انت بتعمله. فسنة مش هتنفى معي. اخترت كوب من دورس فروسيا سنتين بالانجليزي. خلاص الماجستير بتاعي. فهو في منحة. دفعوا لي تكاليف الدراسة. كانت الناس ايام زمان ايام زمان الفين ساعتاشر. يعني ده زمان طبعا بالنسبة لتغير العملات. كانت خمس تلف وكمسمائة دولار السنة في الماجستير. انا مدفعتش خمس تلف خمس تلف وكمسمائة دولار. انا دفعت تذكر الطيران. وبرضو كانت رخيصة ساعتها. انا وفي سنة تانية في الماجستير وكانت اخر سنة انا قدمت على دكتوراه من حيات كوماروسية اتقابلت فيها. دلوقتي انا بعمل دكتوراه وديني بعمل لك بديلات قدامك وما بتفعش فلوس في الدراسة بتاعتي. فاهم الفكرة? فالفكرة جات من هنا. الفكرة جات ان الواحد من خيال هوه. ادر يركب طيارة. ادر ان هو. بقى انا عارف طيارة بالنسبة لناس كتير عادي يعني. بس انا بالنسبة لك كانت حاجة كبيرة. وهتظل حاجة كبيرة انجاز كبيرة عملته في حياتي. ان انا اجي سيبريا امسك التالج بيدي. العب بيه اعمل او ان انا اعمل كورورور مية وكلام ده كله. تمام? ان انا اه شايف ان في تطورات وغيرات حصلت في حياتي. بسبب فكرة ما كانتش موجودة بس هو اللي ده عمل محاولة كانت تكاد واحد في المية. اللي هو نجاح والباقي كله فشل نفعل. طيب من هنا بدأنا الموضوع. عملنا القناة بغرض ايه? بغرض ان احنا نوعي الشباب في الوطن العربي عن المناح الدراسية. ما انا واحد زي زيكم. انا واحد منكم. انا مسلا في ناس بتقول ده من الصعيد. طب ماشي ده علي عم نقول ان اه من الصعيد من اصيط اشطى تمام. همشي معك في نفس الخط مع ان كل اصلا العلماء معظم الناس اللي هي ازبادت وجودها خارج مصر هم من الصعيد. انا مش معنى كده بقول ان الواجه البحر يعني لا ما فهمش ناس. لا هو فيهم ناسه على راسه كل حاجة. بس انا حابب ان انا اقول لك انت بتبص للصعيد بشكل. والصعيد فيها الناس يعني يعرف انت معدين الفلانكات فيها ناس كده هم. تمام? فانا واحد منكم فبطل اعمل لك منها. عشان اخواتنا في الوطن العربي يستفي ده انا بتكلمك بالعرب. بعمل لك كل حاجة على الفكرة بالعرب وترجم لك كل حاجة من العربي الانجليزي. يعني خطر يسهل لك الموضوع. لكن مش هينفع ان انا اتركم لك عربي الكلام هيضيع. فيه ناس بتحاول تقدم بالعربي الكلام كله بيضيع. تمام? فحتى لو بالانجليز انا بقول لك انا تكتب اسمك اسم العائلة بصبر خطاب تحفيزها تعمل لها تسوي كل ده انا بقول لك. فما انفعش ان بعد التعب ده كله وبعد الحاجات اللي احنا بنحاول نقدمها ان انت تيجي تكون فاكر ان في حاجة اسمها ان انت تشتري منحة. ما انفعش ان حد يقول لك انك انت هتقدم معنا في منحة الحكومة التركية والمنحة هنقبالك فيها بنسبة الف في المية ده احنا عندنا مقاعد. المقاعد دي بتكون للناس اللي هي متقفقة مع الجامعات بالنسبة للطلاب اللي يروحوا يدرسوا على حسابهم. والكلام ده كله في الوقت الحالي بيتم يلغاءه وبيتم ازالته بمعنى ايه? يعني مسلا الاتنين بيقدموا على الجامعة. واحد يكون جاي بمجموعة من حق ان هو يدخل الجامعة دي على حسابه الشخص يجي واحد تاني بمجموعة قال هيدخل الجامعة دي عشان خاطر المكتب اللي بيقدم معاه واخد مقعد في جامعة مش عارفه في تركيا ولا اخد مقعد في الجامعة مش عارفه في روسيا. فيه اعلانات بتنزل الناس تعمل بلاغات بس مش ناس كتير بتكون مهتمة بالموضوع ده. بس السنة وراء التانية هتلاقي المواضيع دي تلاغت. انا بكلمك على التقديم على الجامعات على حسابك الشخصي اه هجيب لك قبول في الجامعة. سابعة بيكون مكتب متفاعله مع الجامعة ان هم هيضوا كمقعد وبتكون حوار كله صمصرة. تمام? بس عش تكون فاهم الفكرة كويس. بالنسبة للموضوع تقديم على الجامعات ليني ان انا مش اصلا بقدمه ولا حتى موجود في بتاعنا تقريبا يعني مفيش حد توصل معنا بالنسبة تقديم على الجامعة وعملات تقديم على الجامعة. ليه? لان الموضوع بكل بساطة صورة من جهاز الصفر بيانة دراجات بتاعك مترجم. مسلا اللغة الروسية وتركية على حسب البلد اللي انت هتقدم عليها. خلاص انت بتدفع فلوس يعني انت تتقابل بكل سهول ما فيش اي مشكلة. تمام? فالموضوع ده بالنسبة اللي هو يقول لك انا هجيب لك قبول في الجامعة هتدرس على حسابه. اه ده شوية بيكون صحيح. لان بيكون في بقى كلام وفي توافق بين الجامعة والمكتب والكلام ده كله. وصدقني الموضوع ده كله كله قريب جدا هتلاقيه اتلاقي. عشان برضو تكون الفكرة في البقاء. هو بالنسبة الواحد يقول لك تعال هجيب لك منحة الحكومة التركية. هتدفع خمس سلاف دولار. وبعد ما اجيب لك الكبولة تدفع عشر تلاف دولار. هو بعد ما اخد الخمس سلاف دولار. عايز منك ايه تاني. خلاص. هيقول لك ما فيش مناح هيقول لك مش عارف ايه حصل ايه سوى. والفلوس بتاعتك تدفع. في ناس بتقدم على الروسيا اقول لك ان انا هجيب لك منحة في الروسيا. والكبول مضمونة كل حاجة. ادفع كامل ادفع خمس سلاف دولار في البداية عشان ازبط لك الكلام مش عارفة. بعد كده هدفع كامل ما تجيدي المنحة تفع عشر تلاف دولار. طيب انا نحسابها مع بعض كده عشان بس تكون فيها. ما اتكلمت عن موضوع ده كتير. بس الناس برضو مش عايزة تبطنع. والناس بتتدحك عليها. انا مش هقول اسمها ناس معينة. ويعلم الله انا فيه كلام بيوصلي. انا لو اعرضت الكلام ده. في ناس كتير بامنة من اللي انتم بتشوفوهم دولا. هينزروا من نظركم. ولكن انا مش هعمل كده. ليه? ان دي حاجة ما تخصنيش. اللي ساطر رب وما يفضحوش عبدوانا. ما ليش دعوة بالكلام ده كله. ولا انا هعمل الكلام ده كله. ولا هدخل نفسي في اي مشكلة مع اي حد ولا طلع حد وحش ولا حد حلو. كلنا بنغلط. كلنا بنعمل حاجات غلط. كلنا بنعمل حاجات وحشة. وربنا بيكسطر علينا. فينفاش ان انا اطلع اقول فلان عمل كزا. فلان ما عملش كزا. انا ما ليش دعوة. ربنا يهدي النفوس يعني. تمام? ولكن انا بس بنبعك. لما انت هتدفع خمستاشر الف دولار. طب ما انت تعال حسق بقى كده هتلاقي نفسك مسلا لو درست في جامعة لحاجة تلاقي نفسك انت على مدار ثلاث سنوات دفعت الخمستاشر الف دولار دولار وهيكون قاعد لك سنة تانية او سنة تانية حسب كلية بتاعتك. حضرتك ما دفعت الخمستاشر الف دولار اللي هم تمن ثلاث سنوات. لما بتيجي في سنة تالتة بتلاقي نفسك فلوسك خلاص انتهت لان هي على ثلاث سنوات. ما انت مدفعتش اولة وتانية وتانية ليه? لان انت اصلا دافعت امنهم مقدمة. بعد كده حضرتك بتلاقي نفسك سقط في مادة او اتنية. ما هي بتكون متزباطة? بتكون مطبوخة? بتكون مطبوخة. تمام? خلاص انت بعد ما حضرتك وصلت سنة تالتة وفلوسك خلاص انتهت ما انت دافع خمستاشر الف دولار على سبيل المسال وعشرين الف دولار والعشر تلاف دولار. حسب عدة سنوات بتلاقي ان انت خلاص بتيجي في السنة اللي خلاص فلوسك انتهت على قد السنين لاي نفسك سقط في مادة اتنية. تيجي تكلم بقى صاحبك اللي مقدم لك وقال لك على منحة ومش عارفه ده انا اعرفه ده عريب ده صديقي ده 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 ده. كله عند الفلوس ما بيشوفش قدامه. قول لك مش انت اللي سقطت خلاص انت سقطت يا تدفع الفلوس عشان تكمل هيكون فضلك سنة واتنين. اما بقى ترجع بلدك وتكمل من الاول. طبعا انت هتختار انا الخيار. هتختار الاختيار اللي هو هدفع الفلوس واكمل السنين. وبعد كده هتكون دفع الفلوس وانت مقتنع. ليه مقتنع? ان انت اللي سقطت. مع انك انت مذاكر وانت حلق كويس. بس انت مش عارف اللي بيحصل. دي الفكرة. وده انا ببهن عليها اكتر من مرة. مفيش حاجة اسمها تشتري بمنحة. خدمات التقديم معانا. كانت بقى لك بالزبط. القبول او عدمه بيعتمد على الجهة المناح. بيدخل شخص يكلمه. اه نسبة القبول كم? انت حضرتك شفتها في القبول من عدم بيرجع الجهة المناح. حابب تقدم ولا? حابب يقدم على هذا الاساس تمام. مش حابب يقدم في حاجة ترجعها. بقى ليدخل بعد كده بقى للمهم للابليكيشن يقول لك انا عايز منحة مضمونة بنسبة مليون في المية وقبلون ومش عارفة. ده ما بيتردش عليه تاني. ليه? لان هو مش فاهم. هو يمكن بيكون بيزعل عشان احنا ما ردناش عليه. وممكن يكون بيكتل كومنت انه ما ردتوش عليه ليه. ولكن هو مش فاهم ان احنا ما نقدم له ليه? هو مش معنى ان هو هيجي يدفع فلوس. فاحنا خلاص نقدم له خلاص. انت مش فاهم حتى الحاجة. انت هنقدم لك ازاي? قدمنا لك وتقبلت. هتمشي في جراتك الباقية ازاي? هتسفر ازاي? هتروح تدرس ازاي? وخلافه من المواضيع الكبيرة اللي الشخص مش بيكون حاسس بها. فانت تعديمك معنا معناه ان احنا بنقدم لك طريقة صحيحة. بتشوف ان كل حاجاتك مكتوبة بشكل صحيح. بتطلع بيتراجل. في حاجة تتغير بتتغير. كلام ده كله. لكن القبول او الرفض في اي منحة دراسية بيعتمد على الجهة المنحة. مفيش حاجة اسمها ان انت تشتري منحة. تمنى الكلام يكون وصل. تمنى لكم اتفاقي جميعا. وشكرا.